اهلا بكم في فيديو جديد ومميز طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معانا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده عندنا الكبة الصغيرة دي طبعا هي بتديكي افضل النتائج اللي انت محتاجاها سواء في فرم التوم او البصل او الفلفل وهي بتشتغل عن طريق شحن الـ USB وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات المناديل والمنظم ده تقدر ان انت تستخدميه على اي سطح مكتب عندك في السهلة او في قضية النوم او في المطبخ او في الحمام او تقدر ان ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتستخدميه وهنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او على الحود وتنظم عليه مختلف ادوات ولوازم التنظيف زي فوات المطبخ او السنجة الموعين او السلكة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ممساحة لتنظيف المرايات او الشبابيك والممساحة دي بتيجي فيها جزء خاص كده تقدر ان انت تديفيه في المياه او سائل التنظيف اللي انت بتستخدميه بعد كده هنشوف عندنا شكل مختلف من اشكال منظمات المطبخ وزي ما انت شايفه كده حجمه بيكون كبير جدا تقدر ان انت تنظمي بالزيوت او السوسات وغير كده كمان المنظم ده بيجي معايا ست برتمانات تقدر ان انت تنظمي فيها ست انواع من التوابل البودر او الصحيحة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تنظيم بيجي مسبت عليه مجموعة من المشابك تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تعتبريه كمانشر صغير وتنشر عليه الشربات او الملابس الداخلية بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الخرطوم اللي بيساعدك ان انت تنجزي كل المهام اللي بتبقى موجودة عندك في البيت سواء لو انت عايزة تنظفي سجاد او تملي حاجة مية باستخدام الخرطوم ده تقدر ان ان انت تنجزي كل الحاجات دي بكل سهولة تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا القشاطة العريضة اللي بتساعدك ان انت تلمي كل المية او التراب من على الارضيات او مختلف الاسطح اللي عندك بطريقة سهلة وسريعة جدا زي مواضح كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا طبق متقسم لكذا جزب الطبق ده بيبقى فيه مصفة بيساعدك ان انت تخسلي او تصفي الخضار او الفكهة به وغير كده تقدر ان انت تستخدميه كطبق تقديم وتقدمي بيه مختلف انواع الخضار او الفكهة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ممسحة الارضيات الممسحة دي مرينة جدا في الاستخدام وبييجي معاها الجردل الخاص بيها تقدر ان انت تدفيله المية او اي مادة تنظيف بتفضليها ومن خلال الجردل ده تقدر ان انت تنظفي الممسحة دي من كل الاوساخ اللي بتبقى موجودة عليها زي الشعر او الخيوط او اي حاجة بتبقى موجودة عليها وزي ما احنا شايفين مع بعض كده المية النضيفة بتبقى مفصولة عن المية اللي بتبقى مش نضيفة هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الشماعة اللي تقدر ان انت تنظمي بيها البناطيل او الجيب وغير كده تقدر ان انت تنظمي الشماعات دي فوق بعض بحيث انك توفري عندك المساحة جوه الدولاب هنا هنشوف مع بعض عندنا عصارة العصارة دي مصنوعة من البلاستيك تقدر ان انت تعصري من خلالها الجزر او التماطم او البصر او مختلف انواع الخضار المبشور اللي بتكوني عاوزة تصفيه من كل المية بتاعته بعد كده هنا عندنا ممساحة تقدر ان انت تتحكمي بالطول بتاعها وتنظفي من خلالها مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت زي المريات او الشبابيك او الارضيات ودواليب المطبخ تقدر ان انت تنظفي كل الحاجات دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا واحلى حاجة في الممساحة دي زي ما قلنا ان انت تقدر تتحكمي بالطول بتاعها وده طبعا بيساعدك ان انت تنظفي اي حاجة موجودة عندك في البيت وكمان تقدر تنظفي بيها العربية بكل سهولة هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا سكين للمكارونة تقدر ان انت يتقطع بيها عجين المكارونة باشكال واحجام مختلفة زي ما احنا شايفين كده مع بعض من خلال الفيديو هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم المنظم ده بيبقى عبارة عن اربع رفوف تقدر ان انت تستخدميه في تنظيم مختلف الحاجات زي ما انت شايفت كده في الفيديو هم هنا استخدموه في تنظيم الفطائر او السنبوسة تقدر ان انت تستخدميه في تنظيم المعجنات او مختلف الاطعمة وتسبتيه عندك في التلاجة وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكارونة بمختلف اشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر ان انت تعملي اي شكل من اشكال المكارونة اللي انت عاوزها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم بيجي عبارة عن 3 ادوار تقدر ان انت يتنظمي به مشترك الكهرباء والداري من خلاله ومختلف اسلاك الاجهزة او كل اسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك او تقدر يتنظمي عليه جهاز الانترنت وهنا هنشوف عندنا منظم للمكسرات والحلويات بيجي على شكل وردة وزي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تنظمي بيه كمية كويسة جدا من المكسرات او الشوكولاتة او الحلويات هنا بقى عندنا مجموعة من الاشريطة اللي تقدر ان انت تسبتيها عندك على مصفى الشفات وهي بيبقى عندها كدرة عالية جدا على انتصاص الدهون او السوائل اللي بيمتصها الشفات وبكده تكوني حافزتي على نظافة الشفات عندك بعد كده عندنا منظم للرز والمنظم ده بياخد معاك تقريبا حوالي 10 كيلو من الرز وبيجي معاك اداة معيارية بتساعدك ان انت تعيري بيها الكمية اللي انت عاوزاها من الحاجة اللي انت بنظمها بيه وغير كده كمان بيجي فيه جزء خاص تقدر ان انت تدفيله الطوم عشان بيمنع تسوص الرز بعد كده هنشوف عندنا اداة التنظيف او الكتعة اللي بتساعدك ان انت تنظفي بيها مختلف احجام السكاكين او المقصات وتقدر ان انت تنظفي بيها المعالق او الشوك او مختلف ادوات المطبخ اللي بتكون عندك بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجفف للخضار او الفكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبتساعدك ان انت تجففي مختلف انواع الخضار او الفكهة يعني مثلا لو انت عندك ملوخية او خاص او اي نوع من انواع الخضار او الفكهة تقدر ان انت تجففي بكل سهولة وهنا معنا الممسحة زي وهي بيبقى ليها كزا طريقة في الاستخدام تقدر ان انت تنظفي بيها الجدار او الدوليب او المرايات او الشبابيت او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات تقدر ان انت تنظم بيها الهدوم وتقدر ان انت تنظم بيها البطاطين او اللي الحفة وزي ما احنا شايفين كده المنظمات دي بتاخد معاك كمية كويسة جدا من اي حاجة انت عاوزة تنظميها بيها وبتساعدك برضو ان انت تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي تبقى موجودة عندك في الدوليب هنا بقى معانا منظم او دوليب كبير كده وهو بيجي عبارة عن اربع رفوف تقدر ان انت تسبكيه عندك في المطبخ وتنظمي بيه كل الحلل او كل الاجهزة الكهربائية الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك وهنا عندنا منظم للبيض تقدر ان انت تتحكمي في عدد الادراك بتاعته وتنظميه فوق بعض بالشكل ده وتقدر ان انت تنظميه في التلاجة او برا التلاجة والمنظم ده الدرج الواحد بياخد معاك حوالي 15 بيضة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة تقطيع تقدر ان انت يتقطعي بيها مختلف انواع الخضار والاداة دي بيجي معاها كزا قطعة من اشكال التقطيع المختلفة تقدر ان انت تبدليها بكل سهولة على حسب طبعا الحاجة اللي انت عاوز تقطعيها وتقدر ان انت تحضري من خلالها مختلف انواع السلطات بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا الاداة اللي بتساعدنا ان احنا نعصر او نستخرج كل بواق الكريمات اللي بتبقى موجودة عندنا في مختلف العبوات وطبعا تقدر ان انت تستخدميها على معجون الاسنان او اي نوع مرهم عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم تقدر ان انت تنظمي فيه مختلف انواع الزيوت او الصصات والمنظم ده بيساع معاك تقريبا نصف لتر من اي نوع زيت او صص انت عاوز تنظمي بي ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليك سيبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة الاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها هو عاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصل لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انت تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عند المنتجات دي اتمنى ان اكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصلها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انت تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسببكم في رعاية اللي